واحد المشكلة اصدقائها اللي بزاف الناس كيطيحوا فيه و اللي بزاف الناس كيعانيوا منه هو نقص عدد الساعات على القناة اول حاجة غضي نوضحو شناي الاسباب اللي كتخلي سوايع انقصوا للقناة واش فعلا الساعات كتنقص او لا غير اصحاب القنوات المبتدئة مك يعرفوش فين يتابعو الساعات الحقيقية اديالهم السلام عليكم اصدقائي اعزائي اوفياء متابعي قناة خالدوتيب مرحب لكم معنا فيديو جديد كتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة بزاف و بزاف و بزاف ماشي مره ماشي جوج ماشي عشرة ديال التعاليق و ديال الاسئلة في الانستغرام تسولوني بعض الناس يقولون يا اخويا انا كل نهار ينقصوا لي السوايع انا كل نهار ينقصوا لي ليفي المشاهدات انا كل نهار ينقصوا لي المشتركين و قلت ضروري ندير فيديو توضيحي على هذا الامر لا تريد ان تفهم وتعرف ما هو السبب وش في علاك يتنقصوا لك السوايع اول حاجة استكتبات تكمل معنا الفيديو اذا لم تكملت فيديو اول حاجة يجبنا نعرف فين نتبع السوايع ديالنا باش نعرف باننا فعلا غادين في الطريق الصحيح وفعلا واش سوايع يتنقصوا لما يتنقصوش لانك الى ما كنتيش عارف فين كتبع السوايع ديالك ما غادين تعرف واش فيه لانك ويقصوك او لا بالنسبة للناس اللي فتحوا القناة ومبتدئين ضروري انهم ينستللوا امبليكاتوا ديال يوتوب استوديو يوتوب استوديو اللي كيساعدنا بزاف باش اننا نتبع احصائيات القناة ديالنا ندخلو للمشاهدات نجاوبو على التعاليق نديرو قلوبا التعاليق يعني كنتبع القناة ديالنا بالهاتف بطريقة سهلة شنو الخطأ اللي كيوقع ان الناس ما كيعرفوش بان احصائيات ديال القناة في يوتوب استوديو كتتغير كل 24 ساعة 48 ساعة 7 ايام والاحصائيات الاجمالية كتبدأ تتغير كل 28 يوم يعني دائما سواء في المشاهدات سواء في المشتركين سواء في الارباح سواء في الساعات ما غديش تلقاه واحد الخطة صعودي يعني مثلا عندك 100 ساعة وغدا غديتلقى مثلا 101 ساعة وبعد غدا غديتلقى 100 ساعة تقدر اليوم تلقى 101 ساعة ولكن من يدخل الشهر الجديد تقدر تلقى تناقص يعني الإحصائيات كتغير ولهذا لا يجب أن نتبعوه السواء في يوتيوب ستوديو لأن يوتيوب ستوديو يعطينا إجمالي الساعات لجمعة القناة حيث تكاينين بعض الفيديوهات اللي ما كيتحسبو الساعات ديالهم وغادي نوضحوها يا أصدقاء في بقية الفيديو اون المخيص نتبعو الساعة ديالهم ولا فادي نتبعو السويق تلك في جوجل كروم إحصائيات القناة في جوجل كروم يجب أن نعرفهم ندخلوا على جوجل كروم ونبشيو البلاثة الدولار ويجب أن نتبعوا الساعات التي تعطينا عدد الساعات الحقيقي وعدد المشتركين الحقيقي يعني الخلاصة تعطينا العاصير كما نقول هذا الشيء الذي تحسب لك هو الذي يطلع لك في إحصائيات جوجل كروم في إحصائيات القناة يعني هذا هو السويع إذا تبعتي كل 24 ساعة وتبعتي السويع إذا لقيت تناقص هنا يبدأ الخطر ونبدأوا ما هي الأسباب التي تجعل الساعات تنقصه بعدما أعطيناكم الفكرة في نقصنا نتبع السويع الحقيقي سنذكروا الأسباب التي تجعل عدد الساعات تنقصه أول شيء أصدقاء سوف نعطيكم بعدها فكرة رغم جميع الفيديوهات التي لدينا في القناة ساعات أول حاجة إذا كنت تجمع ساعات الفيديوهات القصيرة فيديو شورت راشا من واحدة تلوح الفيديوهات القصيرة بكثرة والفيديوهات القصيرة عليها إقبال كبير وكتجيب مشاهدات كثيرة وساعات كثيرة وكيبقى هو متبع القناة في يوتوب السوديو كيبقى عنده 10 ألف ساعة أو 20 ألف ساعة وما كيكون عمره وشاهد الساعات الحقيقية في جوجل كروم وكيبقى يقدم القناة المراجعة كي يتفاجأ بأنه عنده 50 ساعة أو 60 ساعة وهذه يدخلوا عندي ناس عندهم كتر من 20 ألف ساعة وعندهم 40 ساعة في جوجل كروم لذلك أصدقاء راه الفيديوهات القصيرة الساعات ديالة ما كنت تحسبش باش تكونوا على بين بالإضافة يعني كما قلنا الفيديوهات القصيرة والفيديوهات الغير مدرجة والفيديوهات الخاصة ما كنت تحسب الساعات ديالة بالإضافة كي نوع أحد القاضي أخرى كتخلي الساعات يتنقصوا عندنا في القناة اللي هي من القناة ديالة كتتجاوز العمر ديالة 12 الشهر لأن اليوتيوب كي يقول لك 4000 ساعة مشاهدة في آخر 12 الشهر يعني القناة ديالك إلى تجاوزات السن ديالة آخر 12 الشهر دائما كيبدأ يحييد لك الشهر البداية يعني مثلا أعطيكم بطريقة مبسطة لأن بزاف ناس هنا كيضوخوا مثلا 8 سنة نحن في 2022 مثلا هذا شهر 7 مثلا أنت فتحتي القناة في 2021 شهر 7 وهذا شهر 7 ديالة 2021 جمعتي فيه آلف ساعة وصل عليك شهر 7 ديالة 2022 وبقي محاقتي الشروط يعني آلف ساعة اللي جمعتي في شهر 7 ديالة 2021 غدا تبشيلك مني غدا يدخل شهر 8 ديالة 2022 يعني غايحييد لك آلف ساعة كاملة وهكذا يعني هذي تفاجئوا أنها تلقوا ساعات كثيرة كتنقص لكم من القناة يعني أصدقاء ردوا البال لهذه القضية هذه أراها بزاف الناس كي ما قلت لكم ما كيعرفوش يقرؤوا إحصائيات القناة وكيجبوا الله بأن الساعات كتنقص كي ما قلت لكم باش نعرفوا أن الساعات كتنقص حتى نتبعوها في جوجل كروم بالإضافة كينين بعض الناس لكيديروا مثلا مشاهدات في جروبات أو لتبادل المشاهدات أو لكيخدموا بشي طريقة غير قانونية لأن أغلبية ما نقولوش راكوشي كيخدم بطريقة قانونية ولكن كين اللي كيخدم بطريقة غير قانونية وكيعرف يخدم على السوايع بعض الطرق أصدقاء أشرحتهم لكم أنا في القناة الجالي وخاء غير قانونيين ولكن كنعرفوا كيفاش نخدموا بهم كيفاش نخدموا على الساعات لأن اليوتيوب وخوارزمية اليوتيوب كتترصد لأي واحد كيخدم بطريقة غير قانونية يعني خصك تعرف كيفاش جيب الساعات ولكن ما يعقوش بك الناس دي اليوتيوب لهذا كيناشي واحد كيبغي يجتهد وكيبغي يخدم غير من راسه بدون تجريبة كينوت كيبغي يخدم على الساعات في جروبات وكيبغي يخدم على راسه وكيبغي خالباق منه كيجمع الساعات كثيرة كيتفاجأ غدا كيلقى الساعات تنقصوله هذي توا سبب من أسبب نقص الساعات على القناة يعني أصدقاء رغم شي حاجة وحدة اللي كتخلي سوايع تنقصونا على القناة وفي حالة ما انت قطي خدام يعني كما فنقوله بدون غيش خدام خدام على راسك تتخدم كتحط الفيديوهات عادي ما داخل جروب ما كتدير تابدل المشاهدات ما كتشوف لراسك كتحط الفيديو وكتسنى يطلع على راسه ولقيت يعني نقص المشاهدات ولقيت هذي الأسباب اللي ذكرنا من قبل يعني ما كتحط فيديوهات قصيرة وما كت والقناة ديالك ما زال حديثة ما زال ما فاتت 12 شهر يعني هذي شي كامل اللي ذكرنا في البداية يعني انت ما عندكش في القناة ديالك هنا كيكون انك مظلوم وانه هناك خاطئ باش انه خوارزمية اليوتيوب كتصنفك مع القنوات اللي خدمها بطريقة غير شرعية وكتنقصلك الساعة لذلك اصدقاء فقط اننا كندخلوا المكان الدولار في إحصائيات جوجل كروم في القناة وفقط اننا كمشيوا المكان التعليقات وكنناخدوه لقطة ساشة وكنكتبوه يعني كنتواصله مع فارق اليوتيوب وفارق دعم اليوتيوب وكنحكيولو الأمر بأننا عندنا مشكل في نقص الساعات وحنا كنخدموه بطريقة شرعية وبطريقة قانونية لكل هذي الأسباب اصدقاء اللي ذكرنا هي اللي كتخلي الساعات كتنقص وكنتمنى اصدقاء انكم تكونوا فهمتوا الفكرة اللي طرحنا على كيفاش انكم تراقبوا الساعات وكيفاش تعرفوا الساعات واش كنتنقصو لكم او لله مهم اذا عجبكم الفيديو ديرونا لايك للفيديو وصلتي معنا احترد لقطة اكتبهنا في التعليق اش من دقيقة وصلتي في الفيديو واش الاخير واش خرجتي من الدقيقة اللولا واش الدقيقة التانية باش نحس نحتحنا من جودة الفيديوهات الخاصة بنا ولمن لم يشترك في القناة الى هذه الساعة كنتمنى انه يشترك والسلام عليكم ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله